السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نعزمكم على مقلوبة هذه المقلوبة اللي حقيقة هي من اختراعنا لأنه العراقين والسوريين يخلون فقط بيت نجان لكن نحن شما متوفر عدنا نخلي مثلا شجر مقلة وبتيتها مقلاية صدوقي هذا يحبها يموت عليها ها راح تنام يلا تصبح لخير وكذلك عدنا مثلا البصل شرائح انقليها فلفل والافضل لو كان الوان يعني الوان احمر واصفر حتى ينطي جمالية للمعون ايضا طماطح همادين درق درق او شرائح وتنحمس اما البهارات هاي قصتها يحتاج لها بث مباشر وساعة اسولف بيها هذي يحتاج لها سبع بهارات يعني هم اللحم ينطبخ بسبع بهارات وكذلك تمنهم يحتاج لها سبع بهارات او بهارات كفسة اشهر الفواكه اللي موجودة سوالفلنا شوية صدوقي بالمغرب والرمان الرمان صار اشهر ناكل رمان بالمغرب ولا حقيقة واحدة طلعت خربانه كلش طيب واحمر وحلو يخبل الحمدلله والشكر هذا الشيء اللي ما موجود ربما بالعالم ويمتاز فيه المغرب وكذلك يمتاز بالصبار هذا الصبار اللي بيها شوك صبار هلو صبار طبعا يمتازون بالكيلو تقريبا خمسمائة دينار عراقي طلعوا هذا الكيلو بربع ارخص فاكهة عندهم الرمان يعني حقيقة واحد يقعد كله باليوم خمس ست رمانات ويسوى وقتها السكري لو انصاب الانسان بيع بعد الله عنا وعنكم المرض والسقم ورزقكم الله الصحة والعافية زين بالنسبة للعصيرات هذه العصيرات مشهورة بالمغرب هذا اسم سايمون ومندرين لانينجي كلش حلو هذا هم مشهور كلش برتقال نصحلة والافضل هذا العصير ايضا سبحان الله خابلكم ايام شفته مكتوب زيرو شكر ما بيشكر في فقط سويتنر اي محليات صناعية طيب الذي تمور مشهورة جدا بالمغرب لكن هذا التمر تونسي ايه خلينا نقولهم باي باي حتى ناكل باي بوسر سوي لهم بوسر عافية يا الطوري تحياتي لكم موسيقى موسيقى موسيقى